أولا عودة مرة أخرى لنجوم بعد غياب يحي الفخراني يرجع مرة تانية بعد غياب أكتر من سنة بمسلسل عتبات البهجة مع المجزة أبو عميرة اللي عمل معاه يتربف عزه من أجبل المسلسلات ونص مهم جدا للكاتب الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد عودة مرة أخرى للملك يحي الفخراني والله هو السنة دي واضح كده الموسم هيبقى قوي جدا لأن فيه الفخراني فيه كريمة عبد العزيز فيه مجموعة كبيرة من النجوم بمختلف الأفكار يعني متجمعين كلهم على الشاشات المتحدة يمكن مسلسل عتبات البهجة واحد من أكتر المسلسلات المنتظرة طبعا لتاريخ يحي الفخراني طويل من الرجاحات في مجال الدراما بالإضافة لأنه دي ونجح جدا هو مجدي أبو عميرة المخرج الكبير فبالتالي الناس منتظرة تتفرج على مسلسل مسلسل كابسولة صغيرة ما هوش 30 حلقة 15 حلقة وده نهج انتهاجته للشركة المتحدة في أنه يبقى فيه مجموعة كبيرة من الأعمال 15 حلقة لأنه يفتح مجال أكتر للنجوم أكتر يشاركوا والفريق عامل كبير يقدر يتابع طيب وكمان فيه عودة تانية لسيمون سيمون يعني فيه جيل تمانينات وستسانات مرتبط بيها ويمكن مؤخرا هي غابت عن الساحة بس رجع تاني يفسد العقارب وعايز أعرف منك عودة سيمون أنت متخيل هتكون شكلها عامل إزاي والله سيمون يعني نجمة كبيرة والحقيقة عندها مهارات كتير جدا أكتر من اللغنى يعني غنى وتمثيل ممكن هي اكتشفت نفسها في التمثيل مؤخرا غابت عننا شوية عن مجال المزيكة ولكن أتمنى أن هي ترجع تفكر تعيد تاني تقديم أغانيها أو تنتج أعمال جديدة لأن هي يمكن مؤخرا كتعاملة كذا حفلة وكتمكسرة الدنيا قدية يعني لسه الجمهور مرتبط بأغانيها وحفلتها عودتها للدرامة طبعا سيمون يعني أثبت جدارتها بشكل كبير كممثلة ومشاركتها السنة دي أعتقدها تكون مشاركة متميزة لأنه واضح أن تركيبة الدور تركيبة مختلفة جديدة عليها ونشوفها زوجة تانية الرياضي الخولي في المسلسل ووضح أن هيبقى فيه تفاصيل كتير سواء اجتماعية أو أنت عارف دائما أن الزوجة تانية تبقى وراها قدس كبيرة في الدرامة المصرية فأعتقد أنه هيبقى من أدوار المنتظرة لسيمون وهي دائما بتتحدي نفسها في أعمال أدوار تحس أن هي مختلفة تماما عن شخصيتها بتتحدى فيها نفسها وتقدمها بشكل جيد ترجمة نانسي قنقر